اليوم شاع مصطلح معروف بين علماء النفس والاجتماع Emotional Intelligence الذكاء العاطفي الذكاء الاجتماعي ويأتون به وكأنه فتح انظر إلى القرآن العظيم الذي قد فتح بكلماته وآياته وأوصافه الدقيقة عشرات الأبواب المغلقة أمام عقل الإنسان لفهم الشخصية السوية ومعالم الشخصية السوية وكيفية تعامل الشخصية السوية مع الانفعالات النفسية وأنا أتساءل معكم من منا في بعض الأحيان يجد نفسه يقف عاجزاً أمام التحكم بشحنة الغضب التي في قلبه وفي نفسه من منا لم يشعر في لحظة ضعف أنه قد أغلقت وأطبقت عليه كل الأبواب من منا لم تمر به لحظة فرح سعادة هذه مشاعر إنسانية يشاركنا فيها الأنبياء إذن العبوس وتقطيب الوجه في موقف ما هذا لا ينقص مطلقاً ولا يومئ ولو حتى إماءة إلى أي شكل من أشكال الانتقاص لخلقه صلى الله عليه وآله وسلم طيب ماذا عن العبوس؟ ما في تعارض؟ هذا وصف لموقف وصف لانفعال وجداني إنساني فيه أتاب؟ قلنا فيه أتاب له لا علي ذاك النبي المبجل الكريم الذي عرف عنه في الحديث الصحيح أنه كان أكثر الناس تبسماً في وجه أصحابه هذه سنته الفعلية فكيف لنا؟ بعد كل ذلك أن نمرر هذه الرواية التي لا أصل لها ونقول أنه كان يقول بعد تنزل سورة عبسة أهلاً بمن عاتبني ربي فيه هذا كلام غير صحيح لا يليق ولا يتسق مع الآيات العظيمة لا بد أن ندرب وكلنا يعلم جيداً أن نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم والمواقف في سيرته العطرة صلى الله عليه وآله وسلم إذن لماذا جاء الذكر هنا به أبسة وتولى أن جاء الأعمى؟ هذا كان يقتضي تربية لهذا الأعمى حتى نفهم نستوعب أن المسألة ليست عتابة عن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ثم إن عملية تقطيب الوجه نتيجة لدخول شخص ومقاطعة ذلك الشخص لك وأنت تتحدث إلى شخص آخر قضية طبيعية جداً من من اليوم يأتيه شخص ما فيقطع عليه حديث يتحدث فيه إلى شخص آخر قضية مهمة ولا يتضايق ولا ينزعج نحن ننزعج حتى من أطفالنا ومن أبنائنا حين يأتون إلينا في الوقت غير المناسب فيقطعون علينا الحديث مع آخر وقد نلتفت إليهم ونقول لهم لا ينبغي لك أبداً أن تقاطع أحداً وهو يتحدث إلى آخر هذه من أساليب آداب الحديث هذه من أساليب المحادثة فإن قلت لي ولكنه أعمى ولم يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلت لك كان يسمعه وكلنا يعلم أن حاسة السمع عند الأعمى الذي فقد حاسة البصر قوية جداً إذن قضية الوصف هنا ووصف الأعمى والأعمى لا علاقة لها مطلقاً بهذا الموقف ولا علاقة لها بقضية العبوس ولا شيء من هذا على الإطلاق إذن لماذا جاء أبا الوصف إذا ما كانت لها علاقة بالسياق في تلك الآونة لو رجعنا إلى تلك الكتب التي تحدثنا عن تلك الفترة كانت قريش تقول عن رسالته صلى الله عليه وآله وسلم أنها لا خير فيها حاشاه صلى الله عليه وآله وسلم وحاشة تلك الرسالة العظيمة السامقة لا يتبعها إلا العبيد والضعفاء والمساكين والعميان هكذا كانت تقول وتنص زعمت قريش على هذه القضية فلما جاء القرآن العظيم وتنزلت السورة المباركة وذكرت وصف الأعمى نكاية بهؤلاء ورداً على هؤلاء أن يا قريش اسمعي نعم يجيء الأعمى ونعم يتبع هذه الرسالة من يتبع من العميان والضعفاء والفقراء والعبيد والمساكين ومرحى لهم جميعاً ومرحى لغيرهم لأنها دعوة عامة لكل الناس مرحى لكل من يقبل بها مرحى لكل من يريدها ويسعى إليها وتتوق نفسه وروحه لسماع آيات الكتاب العظيم تدبر معي هذه الحكمة من الإتيان بوصف الأعمى أن جاءه الأعمى وليس لأجل أن نقول بعد ذلك أنه مما يستفاد من إتاب القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معاملة العميان الرفق بالعميان الرفق بالعميان مبدأ أصيل بأول كلمات تنزلت عليه صلى الله عليه وآله وسلم مبدأ أصيل في دعوته عاشه طوال وقته وما فارقه وما برح عنه خلقاً أصيلاً مترسخاً فيه صلى الله عليه وآله وسلم قبل نزول القرآن وقبل دعوته فكيف به فيما بعد هذا الشيء ما عتب عليه فيه إذن ما الذي عتب؟ ما موضع العتب هنا؟ كان صلى الله عليه وآله وسلم يذهب نفسه الشريف حسرات على أن هؤلاء لا يستمعون للقرآن فجاء القرآن من خلال هذه الحادثة ليبين ويؤكد ويوصل أن يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا عليك هون عليك ارفق بنفسك ما عليك إلا البلاغ من هنا قال القرآن وما عليك ألا يزكى بمعنى آخر إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وهنا وبهذا نفهم وندرك أن من أعظم محاور ومقاصد هذه السورة المباركة الاعتراف بالانفعالات النفسية والوجدانية للإنسان قضية ليست هي تربية في مجال لغة الجسد فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن لم يكن ذاك ليعيبه حتى ولو تنزلت آيات القرآن في هذا الشأن ولكنها ليست في هذا هي ليست حول قضية التعامل مع العميان ولا مع الضعفاء فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل سورة عبسة وبعد سورة عبسة وإلى أن توفي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الناس تبسماً واستبشاراً بالآخرين وتواضعاً ولين جانب ومحبة وإقبال على الناس تشهد لذلك عشرات من الأحاديث والمواضع والحواد في السنة الفعلية والقولية الصحيحة فلماذا إذن يشيع بيننا رواية لا أصل لها تحول بيننا وبين تلك المعاني السامقة العظيمة التي تنزلت بها هذه الآيات المباركة في سورة عبس